اليوم بدنا نحكي عن هذا الكائن الجميل من شركة DJI DJI Ronin S2 الجيل الثاني من مانعات الاهتزاز للكامرات الاحترافية هون احنا منحكي عن جهاز خرافي جدا كل المصورين الفيديو استخدموه في حياتهم او استخدموا جيل الاول منه وواجهوا مشاكل كثير شركة DJI سمعت هاي المشاكل وعطتكم الحلول نبلش اول شي بسهولة الاستخدام الرونين S2 هلا صارت بتيجي بشنتة طلعه مع صغرها هاي لسه البرو كومبو اللي بيجي فيه كل المعدات اللي انت بتحتاجها تركبها على الرونين S2 وهاي شنتة صراحة بتنحمل بسهولة اول بالDJI Ronin تجي للاول كنت بدك شنتة الفوم الكبيرة هاي بدك تحمل فيها الرونين وتحفظها بشنتك وصعب صراحة تحملها او تحطها بشنتة بس هلسه تطلع مع صغرها وهاي لسه الكمبو يعني لسه اللي فيها المعدات كثيرة اكثر بكثير من لما تيجي لحالها الرونين S2 الاشي الثاني انتبهوا لمشكلة الوزن DJI وخففوا قدر الامكان اولا عن طريق استخدام الكاربون فايبر فرح تلاحظوا انه الادين مصنوعة من الكاربون فايبر اللي هو اقوى من الحديد اربع مرات لكن اخف منه للثلث تقريبا والبطارية صغروا حجمها لكن نفس الكفاءة نفس المدة بتعطيه بس اصغر حجم الاشي الثالث زمان لما كنت بدك تشحن الرونين كان لازم توصل الرأس على القاعدة البطارية وتشحنها من فوق هسه خلص تشحنها من تحت حتى لو مفيش اشي موصل بس تاخذ الممسك لحاله وبتحطه على الشحن وغير هيك بدعم الشحن السريع فانا باستخدم على الشحن السريع حتى يفللي اياها الاشي الرابع لاستخدم الرونين الجيل الاول لان في عندك بس جويستيك حتى تحرك الكاميرا وعندك ثلاث ضواء وLED تعرف ايمود انت فيه بالS2 هلأ صار في عندنا شاشة تاتش بتقدر تتحكم بكل الوبشنز اللي انت بدك ياها ممكن على تطبيق التليفون تلاقي اوبشنز اكثر لكن كل شي انت بتقدر تعمله من هاي الشاشة والاشي الخامس ضافوا العجل الامامي حتى تقدر تتحكم في الفوكس او بتقدر تعمله بروغرام تحطوا بدك تعدل الشتر بدك تعدل الفتحة بدك تعدل الايزو كله من هون الاشي السادس زمان لما كنت بدك تعمل كاليبريشن او ميزان للكاميرا على الرونين الجيل الاول اسأل اي مصور وقتها كانت معاناة بالنسبة له انه يعمل كاليبريشن للكاميرا لانه اشي كثير صعب وكانت تسحل لأي جهة والآخرين بضافوا شغلتين حتى يسروا عملية الكاليبريشن للكاميرا الشغل الاولى انه كل محور من المحاور الثلاثة عليه قفل خاص فيه في عندك المحور الافقي لحاله بتقدر تعمل عليه كاليبريشن وبس تخلص بتعمله لك بتسكره بعدين بتروح على المحور اللي بعده بتعمله كاليبريشن بتسكره بتروح على المحور الثالث وكمان تعمله كاليبريشن الاشي الثاني حتى يساعدك في الكاليبريشن زمان كانت البلاطة تسحل وانت بتعملها ميزان البلاطة نفسها من تحت صار لها تدريج او مسننات وصرت تقدر تتحكم بالمسننات بهذا العجل الصغير تقدر تقدم الكاميرا وترجحها انت اذا قدمت كثير خلص تعرف ان الكاميرا صارت تثقيلة لقدام بس بتحرك العجل وبساعدك انك تحرك الكاميرا بتعملها ميزان اللي عمل ميزان لكاميرا على الرونين الجيل الاول اكيد دمعت عينه لما شاف اللي انا عملته كمان شغلي لو كان عندك الميزان مش مية بالمية صحيح الرونين الاولى كان يوقف ما كان يسمح لك تستخدمها هلا فيه option اللي هو كاليبريشن داخلي من نفس الRS2 بحاول يتكيف مع هاي التغييرات الطفيفة فانت لما تكبس هلا على الكاليبريشن رح تسمع صوت رجة خفيفة بدي يشوف وين في مشاكل بالوزن وخلص الكاليبريشن هلا يفضل بكل احوال ان يكون ميزانك مية بالمية حتى ما تتعب الماتورات وما تستهلك البطارية لكن اذا انت مستعجل وبعرف قدي بأخذ وقت حتى توصل للميزان مية بالمية يكون صح خلص ساول كاليبريشن داخلي حتى يحاول يقضي على عدم التوازن الخفيف يمكن 2 بالمية 3 بالمية وهيك انت صارت جاهزة انك تستعملها فورا الاشي السابع اللي كمان ضافوه غير ويساعدك كمصور الجهاز البثر للارسالة الموجود تحت اللي اسمه ريفن اي رح نحكي عنه بعدين فيه اوبشن كمان اللي هو اسمه سوبر سموذ اللي هو عارف انه انت بدك تركض وحركتك كثير قوية لكن بدك تنتبه بهاي الحالة اصلا بعطيك تنبيه على الشاشة انه انت اربط العدسة بيجي مع شنطة الكمبو نفسها مربط للعدسة خوفا انه يصير فيها اشي او توقع في موضوع اخير انسيت احكي عنه حبابي اللي هو البلاط الثاني اللي موجودة على الكاميرا نفسها وعلى بلايت تاعة الار اس تو ايش يعني بلاطين ايش الفكرة منهم اللي هو انا اذا بدأ فك الكاميرا اصور فيها بايدي على السريعة بعدين ارجحها على الروني الاسلاك خلص تنفك بسرعة بفك البلاطة الاولى كليك وبسحب الكاميرا وصارت جاهزة للاستعمال بقدر رجحها بسهولة وهيك انا ما خربت ميزان الار اس تو ما رح يوخذ مني وقت ابدا بشفك الاسلاك وصارت جاهزة للاستعمال فورا تمان واحدة من الاشياء اللي يضافوها جوال كومبو اللي هو هذا الممسك الغريب هلا رح افرجيك شو هو بس انت تشبكه على الجنب هيك انا ثبتته شو بصير هاي المسك الغريب اللي على الجنب فيها مدخل للترايبود اللي تحت فانت بتقدر تفكه وتركبه هون ويصير عندك تمسكها بشكل افقي للرونين فكمان شركة دي جاي انت بها تقدير المصورين بيستخدموا هاي الوضعية وهم بيصوروا او انت بتمشي فيها طبعا هذا الاشي مدعوم كامل لوزن الرونين وبما انه بلشنا بالاكسسوارات اللي موجودة بشنطة الكمبو خليني نحكي كمان عن الاكسسوار بيجي اللي هو مثبت للتليفون كمان بتحطه على الجنب وستثبتها على الجنب تقدر تثبت عليها تليفونك بشكل طولي او عرضي اذا انت بدك تتحكم بالرونين خليني اثبتها زي هي وخلط صارت جاهزي اخر الاكسسوار بدنا نحكي عنه اللي هو الفوكس جير الماتور اللي بتحكم بالفوكس تاع العدسة بتركب عندي انا على الكاميرا من تحت وبعمل فوكسينج للعدسة اذا ما كانتش العدسة عندك سينما لنس عليها عجل اصلا او مسننات كمان بيجي بنفس الشنتة ستريب عليه مسننات بتشبكه على اي عدسة وبيصير قابل للاستخدام هذا في حال انه كاميرتك اصلا ما بتدعم الفوكس الالكتروني بس مراحظة على السريع كمان بتكن تنتبهو انه دي جاي زودتك بلايت ثانية تركب عليها الفوكس جير او الفوكس موتور مختلف عن البلايت اللي موجود على نفس الكاميرا حتى ما تغلب حالك وتفك وتركب كل مرة في حال ما بدك تستخدم الاكسسوارات الجانبية على الرونين يفضل تغطيها بالمطاط اللي بيجي محها اصلا وتغطي الحسات حتى ما تتأذى او تنجرح الى اخره يفضل تستخدمها بهاي الطريقة نبلش نحكي هلا عن السحر اللي صار بالRS2 اللي هو الريفن اي اللي شافوا الستوري عن الانستغرام شافي ان انا كنت شابك تليفوني والكاميرا ع نفس الاشي وقادر اشوف من تليفوني الكاميرا شو بتشوف وكنت اقدر احرك تليفوني والكاميرا تتحرك معها هذا الاشي ما كانش موجود زمان كان موجود زمان انك تشبك على الرونين نفسها وتحط تليفونك ونفس كاميرا التليفون هي تشوف الاشي اللي قدامها وتتحرك عليه مرات كاميرا التليفون ما بتشوف اللي بتشوفه الكاميرا بالضبط خصوصا في عندك أبعاد مختلفة للعدسة فعندك بعد بقري ثاني مش موجود بالتليفون والتليفون من فوق مش نفس مكان الكاميرا هذا الاشي نحل هسه عن طريق اشي اسمه الريفن اي الريفن اي اللي هي هاي القطعة اللي انت شايفينها تحت هاي القطعة هي الريفن اي هاي القطعة عبارة عن جهاز ارسال او جهاز بث للاشارة اللي موجودة في الكاميرا بيبثها للتليفون وسموها دي جي اي بالريفن اي في لما كان مخصص تقدر ثبتها هون تيجي تتسكر وفي لها كابل تنشحن عليه بطلع منها انتين حتى يوسع مكان الاشارة فانت بتقدر تحدد مكان الانتين توسعه مشان يبث الاشارة على مكان اوسع لكن بما انه انا راح استخدم تليفوني هو مكان قريب منها ما راح احتاج كثير فبضوي الكاميرا بعد ما اضوي الكاميرا لازم اضوي الريفن اي بظل كابس عليها فبتضوي احمر بعدين تفصل شاشة الكاميرا دلالة انه الريفن اي اخذت الاشارة من الكاميرا وبتضل على اللون الاحمر هلا صارت ازرق معناته انها عم بتبث اشارة الكاميرا طيب عم بتبثها لوين هلا بدنا ناخد جهاز يستقبل هاي الاشارة عن طريق الواي فاي طيب شو رايك انه انت بتقدر تشبك التابلت تاعك وتشوف الكاميرا شو بتشوف مية بالمية بتقدر انت تشبك التابلت تاعك بتصير هو شاشة ثانوية بتفتح التابلت على الواي فاي بس تروح الواي فاي فيه اوبشن اسمه الريفن اي مكتوبة بتكبس عليها انا شبكت من قبل اذا بدك الباسورد الباسورد موجودة على نفس الريفن اي مكتوبة تحت اسمه الريفن اي الواي فاي وفيه الباسورد تحت مكان كثير صغير موجود على نفس الريفن اي بعد ما تشبكه على التابلت تفتح تطبيق دي جي اي رونن هذا التطبيق الجديد من ايقونته بتشوف هو باللون الاحمر والاسود انتبه بيقولك انه بدك تضوي البلوتوث مشان تتحكم بالقمبل بس انت ما بدك تتحكم بالرونن اس انت بدك تشبك على الريفن اي فما بتقوله ما بدي اشغل البلوتوث لانه اذا شغلت البلوتوث الريفن اي ما بتشتغل فبتطفي البلوتوث بعدين تشبك على الريفن اي وهيك اه انا مش حاطت مموري بالكاميرا بتقدر تشغل اشي اسمه virtual joystick ومن التابلت اقدر اتحكم انا بالرونن اس بقدر اروح يمين شمال اتحكم فيها لتحت الفوق الاخره خليني الف علي السيلفي هيك انا لف علي بالضبط اوبشنز خيالية موجودة في الابليكيشن منها الفوكس بيكين وفيها الزيبرا لاينز اللي بيشتغل فيديو بيعرف شو هذول الابشنز الموجودة عن طريق التطبيق حتى لو كاميرتي ما بتدعم هذا الاشي في اوبشن اللي هو انابل فورس موبايل ايش يعني حركة التليفون او التابلت تتحرك الكاميرا هلا ان التابلت تاعي ما فيو جيروسكوب يعني ما فيو اشي بعرف وين التابلت بروح يمين او شمال على التليفون بتزبط هلا الاهم من هيك بقدر اشغل الاكتف تراك عن طريق التابلت بقدر احدد على وجهي وبصير يتعقبني وين ما اروح يلحقني الرنن وما فيش هون مشكلة مش زي زمان كان يفتح كاميرا التليفون يعمل تعقب لا هون الكاميرا نفسة بتشوفني وتتعقبني فشو ما اتحركت انا الكاميرا رح تكون دقيقة وتتحرك معاي بتلاحظوا انه كل اوبشنز الكاميرا بقدر اتحكم فيها بس مش فكرة الريفين اي الريفين اي مش بوكة على الرونن اس وفي سيلك من الرونن اس طالع عالكاميرا فمشان تتحكم بאوبشنز الكاميرا بدك تشبك هاذ السيلك على الكابل على المدخل الاول من الرونن اس فكل كاميرا لها كابل معيينة هلا اكثر ايش بتقدر تتحكم فيه اللي هو الكانون السوني صراحة مش كل الاوبشنز موجودة فيها والنكن انا لا امانه با utiliz بكل الاحوال للكانون كانون موجودة في الكامل فكل الاوبشنز عندي موجودة الشتر الايزو الفتحة عندي هون صفر لانه هون الفتحة على هاي العدسة هي مانيول يعني بيدك تقدر تلف العجل هاي عدسة سينما سام يانك 16 ملي وبقدر اقلب بين الفوتو والفيديو على هاي الكاميرا انا لسه مش شابك الموموري صراحة بس بقدر اعمل ركوردينج فيديو ويبلش يسجل الفيديو بس انا ما فيش عندي موموري فما رح يسجلها ثم بقدر اشغل الزيبرا لينز بقدر ازيد الايزو ويعطيني خطوط الزيبرا انه هاي المنطقة اوبر اكسبوز ضايع منها المعلومات وهاي مشان اقدر اشوف الظلال وين والهايلايتس وين الهايلايت باللون الاحمر والشادوز باللون الازرق هاي هي الافوكس بينكينج اللي هي الاشياء الواضحة فمثلا مبين انه انا الفوكس عندي هون وغير هيك بتقدر تضيف اللاتس الخاصين فيك بتقدر تضيف لاتس هون على هاي الشاشة وتشوف الالوان دايرك يعني انت بدك تعتبر انه ريفن اي اللي هو الجهاز تسجيل خارج زي شاشات الاتموس ما بدأ تعمق كثير بالابليكيشن هاد الحال وبدو فيديو خاص هيك كافي اتوقع اللي راح يستخدمه راح يعرف شو في اوبشنز كمان ممكن يستخدمها لكن بالنسبة لي هيك انت بتقدر تشوف شاشة كاميرتك على شاشة اكبر من بعد وتتحكم فيها وتصير انت تتبعك وين ما تروح خلينا اجرب امشي فيها للاخر عم تمشي معاي الكاميرا تحفي 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 بعتذر اذا طولت بهذا الفيديو الكل بعرف انه انا فيديوهاتي قدر الامكان بحاول ما تتجاوز العشر دقايق بدنا نشرح معلومات عن السريع عن معدات جديدة حلو انه تتواكب التكنولوجيا في الشياء عم تتطور بسرعة نصيحتك يا ليو اذا عندك الرونين الجيل الاول نعم جدد واذا انت ما عندك قمبل او ستيبلايزر وبدك تشتري واحد اتوقع حاليا هي الافضل الموجود بالسوق كل الاحوال حبايبي الكمبو وهلا موجود في شركة يو كام تقدر تتواصل ومحهم تطلبوه تذكير خاص ان الطلابين لهم خصم 10% على جميعك صورات التصوير الموجودة يعطيك العافية حبابي اذا عندكم اسئلة او استفسرات او معدات بتحبوا نحكي عنها بالفيديوهات الجاي تقدر تبعثوله على الفيسبوك وانستجرام ليو دوت حماتي وتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيك العافية اشتركوا في القناة